جفنه ترنرر علم الغزل انت ومن العشق ما قتلت انت اللي بتنظف انت حضرتك بتكلمين انا امر بتكلم مين وفي حد غيرك في المحل هيكون مين غيرك انت عايزة كان بوكيه كده على زؤب حضرتك فيهمتي غلط خالص انا مدرس دراسات مش بتاع بوكيه انا مالي عشان تقدمي السيفي بتاعك انا بزهق بسرعة هو انا حناسبك يا ابني يلا يلا اجري حدالي تلت بوكيهات ورده احمر على مشكل حضرتك انا جاي من عندي جاية دي وفي اللي مكفيني يعني الحكاة مش نعصى ضغط خالص ضغط لا انت مؤكد ما تعرفنيش انا سميرة سميرة تريشيك من برا بس مايغركش انا ممكن اوريك النجوم في عز الضهر يعني تقف معاوج وتتكلم معدول عشان بازهق بسرعة لو سمحت انا لا بقف معاوج ولا هعرف اقف معاوج اصلا لاني ممكن نقع وبعدين او حضرتك بتزهق بسرعة فانا بقى صبري قرب ينفس انت الادب وانا ليه كلام مع راجل اللي مشغلت ايه انا الادب ايوا ايه 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 انا مدرس دراسات الصوت العالي في المحل اللي انا ايه ادب يا بابا ايه انا مجنون ايه انا اسف حضرتك حضرتك انا بازهق بسرعة بازهق من اليدو من اللفسها بازهق من الهوى اللي بتنفسه الولد ده لازم يترفض من المكان هنا انا اسف يا هانم انا اسف انت اسف انا سميرا سمير سميرا سمير صاحبك سميرا بيوتي سنتر انا هيتعامل فيها كده انا بازهق بسرعة فعلا يا هانم بيوتك باينا على وشك انا سادي الحاوي صاحب المحل وتحت امرك دايما يا هانم يا بابا تحت امرك ايه يا بابا اللي حضرتك بتقولك انا عني الادب شا اخرص حضرتك مش هيرفتني يا اخرص يا شكل كده هخليك يا صاحب بيوتي سنتر هخليك يا صاحب المحل انتي اخرص انا قاليني الادب قاليني الادب انتي اين جابك عندين اهند اين جابك حضرتك انا جاي عشان ااخد بكيل ورد دا واللي خطبتي لم يعد خطبتك انت خطب الاشكاية بتخطب انا مش مصدقها انا شفتك زيك لا يا صدق خطبتك و بتخطبتك زي خطبت زي الأمر و بخص بيني يا صاحب بيوتي سنتر بتجزب عليك بس منظرك انتا بتعملو ده يا بابا انتا مش خاتبو كيرو أردت ايوه روح الفادل حب خطبتك بيئي عنينا فادل يا خون انا ليه الأدب فادل فادل الفادل فادل غور صراح يا هانم انا اعزف يا بابا يا بابا الهانم بتغلط فيا يا بابا ايه عاوز ايه بتغلط فيا يا بابا صوتك صوتك تفويني بيدياني لا انت تغلطي فيا ده انا مدري الزراسات انت لا لا ايه مش دا ايه مش دا ايه مش دا ايه مش دا فادل يا هانم السلح انا قاسف انا قاسف انا مش مصدقة او بمعنى صح مش اجري صدق دا ابنك معقولة ايه دا رجعت لاني انا بتحبني وما اتزهاش مني وخاطب والمصحف خاطب وربنا تخاطب طب ايه رجعت لاني علشان اقول لها بدي بتحبني طيب ياسين احبوا بعض بايه لع ايه انا بسها بسرعة ربنا بلاني بيلي عالصبح اه انا اسف هانم دا انك اعمل ايه نصيب كده هز كده هعم في ايه تاني هاخد الشنطة ببغور هاخد الشنطة ببغور 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 اعلش يا هانم انا عمي وامسكت مكنسة في حياتي ارميها هانم ارميها انا اسف والله حاولت اصلحه اصلحت معه فشلت يا ستانم حاولت اصربه مرتين يرجعلي اعمل ايه انها ما حنقول ايه يخلق من ظهر العالم فاسد فعلا فاسد المهم الامر ايه شابية لا مرسي لا مش عايزة حاجة نوعا ما تبنيش كده قبلا بقى انا عندي توت بلدي مستورة ما اترفيتش قبلا ثانيا واحد اهلو التوت البلدي بس انا احب البلدي او كده متشكرة جدا بس انا ملاحظة انك شاي قوي سيد بي ايه هدولي كده انا اصلا راجل بلدي واللي في قلبه على انساني على طول طب انا كنت عايزة اكمبو كي ورد كده عشان افتتاح قسم المساج اللي عندي في السنتر بس انا بحب الورد قوي قوي انا كمان بموت فيه بموت في الورد طب مين يا هانم انا بنفسي اللي هجبك الورد ده لحد السنتر او على الهل يعني اعمل مساج تمام يا فندم متشكرة وادي القهوة المزبوطة اما نشوف بقى حكايتك ايه سيميشو الاسم مشهور سيد حسان تاريخ الميلاد 1984 موسيقى ليست لديها اي سواق ذكي جدا ثقة في نفسه ليس لها حدود ذو مهارات خاصة وليقى بدنية عالية تم اتهامه في اكثر من 25 جريمة سرقة ولم تثبت اي تهم عليه لا يترك اي اثر وراؤه يعمل في كل شيء ولا يخاف من اي شيء موسيقى موسيقى هو انت بقى ميشو؟ انا عايز الفوزلي اه دي مش هتلاقيها ولو لقيتها ما حدش هيفتت فيها واضح انه شغل باربيلي الفريدو باربيلي خلاص تعمل لي زيها مستحيل دي تاخد شغل شهرين ومس هتتلقى الجودة ديت باربيلي بقولك ده شغل باربيلي هم تلت ايام وجه استلمها وإلا جرائه يا ميشو هو تهديد؟ عشان ماسك ماسك علي زيلا يعني؟ بس احب افكرك انت اللي طلبت مني دوت وقلت لي انتيك يا فنان يا عظيم عايز اشوف شطرتك فقلتلك الورقة أممية يورو وقلتلي يا سلام برافو هم عملتلك الورقة أممية دولار وقلتلي مش هاختانيا بقى إلا بالمصري وتحكت علي وعملتلك مصري ميت جميع مصري ومن ساعتها وانت بتهديدني بيهم هم بتهديدني يا ري شوف شوف بقى أستاذ انتيكة لما يروحوا للنيابة هم ويعرف مزور وعالمي كمان ويورو واجني مصري ويورو انا مش مزور مش مزور ناميش وأنا فنان فنان هم قلتلي الوضع هتخلص امتى شاه لا انا شكل هبلغ اسبوع ما تعرفش ان مرت النيابة متEnd ثلاثة ايام وتجت السلم ها خطيم حسنا الحمدالله becomes ما أنا التدمنت عليك السلام يا بطل يها يها يا حبيبتي يا نور قلبي ايه رائج بقى في الوردة تحفة صح؟ قولي عملت ايه في الدرس ما لم ياء انا بقول بقى يعني نخلي بقى موضوع الدرس ده بعدين وخلينا في اللحظة الجميلة الرومانسية دي لم ياء يا حبيبتي انت يا فاطين طب بعدين بقى عشان ده بص عمال يلعب كده بس هو سامع كل حاجة ليه؟ انت كان حسك من شوية قد كده مجلجل ويا لم ياء يا حبيبتي وعاشتيني والورد انت حاضر انا الحمد الله رب العالمين يعني طب من انا قديت الدرس النهاردة وكان زي الفل يعني هو ما كانش زي الفل اوي يعني هو كان زي الكاكا وكده بس الحمد الله الحمد الله رب العالمين يعني ويدوك كم؟ ها؟ ادوك كم؟ ما اخدتش حاجة نعم بص بقى لم ياء يا حبيبتي انا حبيبتي يعني ارضيكي ودي دروس خصوصية واردي مبادقي وماخدش فلوس انت عايز تجنني؟ ليه؟ لا يا بابا ودي وردك يا بابا الحمد يا بابا يا بابا ما تروح تلعب ويجري بقى في اسرار هنا مايساحش تسمعها روح اجري اجري يلعب مع الاسهد اجري عارف لو ما مشدت من هنا دلوقتي حامل فيك ايه؟ حاضر حاضر انا امسك انا كمان حاسس ان انا اتأخرت او ياه دلواحد اتأخر بقى السلام عليكم اه وبعدين يا بمبون وانا قبلين يا اخوي هضمت الكباب وانا لكلته اه انت مش اه في وشي؟ ما عليش طيب روح انت بقى والسريح وبعدين بقى نكمل كلامنا عشان مستعجل مستعجل ايه مستعجل ايه مستعجل ايه ميشو بقولك يا ميشو جاي مخنوق وارفاض وعايز اتففض معاك واكل بوكس في وشي وبعدين اه بقولك ايه ما تاخدني معاك الحفلة دي لا مش هينفع اخدك معايا ازاي يعني بمنظرك ده وبعدين الحفلة دي نسبشل وانا قلتلك انا مستعجل ها ايه ايه ترنج اللي انت نابسه ده يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد ايه ايه واول ما لم يقح ابتشافتني في السيرك يا عمي لقيتها بقى ايه مزقطاتها وطير من الفرحة ومرفرفة ولقيتها قلتلي وعاشتلي يا فاطين يا عبيبي يا قرة عين وقعدت ساعة ساعة تتأسف لي انما بقى ايه ابن اخوك تقيل اوي عمي فين وفين بقى على ما ردت عليها قلتلها وهي في وسط السيرك وكل وكل الناس شايفاني كده لو سمحت يا لمياء روح انت دلوقت حتى عمي كان الوادي الاسم الكريم اللي بيمشى على الحبل ده اللي فاكر نفسه حليوة كان واقف ساعتها وسامع كل حاجة برافو عليك يا فاطين الحمد لله رب العالمين قولي بقى حضرتك يا عمي عملت ايه قولت قصيدة عنطارة وامر القيس مع الوردة الحمرة واعترفت ولا لا امه ليه اول ما دخلت عليها روح تقالي لها قصيدة عنطارة وهي ايه بقى بقولك لا قولي عمي زي ما قلت ماذا ما اللي بقولها هو زي ما تكون كانت من السنية تسمعها واعترفت لها بحبي الله قلت لها ايه بقى عمي بس بقولك ايه بالتفصيل اه اه قلت لها قلت لها زي ما كون بحلم ومش عايزة اسعم الحلم زي ما كون اه اتولدت النهاردة من جديد زي ما كون عايزة حبك وبس حتى لو حبي مش واصلك حتى لو حلمك غير حلمي برضو حفظة لحبك الله الله يا انس يا جميل ايه الكلام من رومانس الجميل ده انت عارف يا عمي انا لو منا مش هحبك بس لا 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 ده انا اموت فيك كمان ها هي قل لي بقى وهي قالت لك ايه مقلتش حاجة عشان انا مقلت لهاش حاجة من اللي انا قلتها لك دي انا كنت بها جدب عليك يا فاطية اه ها مجب تضحك طب انا ايه استنى بس ها من قلت انا استنى بس مه مه مثلا انا برضو كثبت على حضرتك يعني مفيش حاجة من اللي انا قلت على حضرتك دي حصلت خانص اشتركوا في القناة 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 ده فلوت فلوت بس الاناناس يجنن صح يجنن طب لحظة بقى كده و رجال كده فلوت الاستيكينة تول الاستيكين برضو ذوقها كويتش ماشي بلاستيك ماشي متعلم بقى ايام ايش انت فين تعال او سيت خد ملاستيك اللي نسيته مع اشيكو امسك تعرفت طبيعا نبينا بقى عشان بازها اخليك ايام اخليك ايام اشيكو احنا ماشيكو السلام معاك فلوس ولا هترمضيها توك توك